ومما يعين على ترك المعاصي ألا تستقل طاعة صلاة ركعتين لا تستقلون هدول صلاة الضحى لا تستقلون ركعتين قيام الليل في بيتك قبل أن تنام لا تستقلون بل لك هدول شو هدول أذن لك أنا ليش صلي يأتي شاب من الشباب لك أنا مغمس في الشهوات ما بدي يصلي بكرة لتوب إلى الله حذاري سائية جارية هكذا في المثل سائية جارية هي فيها خير لو كنت شوي مذنب بسأل الله أن يسد باب ذنبك ويفتح لك بابا من أبواب التوبة ببركة عمل صالح وما أكثر الأعمال الصالح صح لك تصوم ستة من شوال مرؤون فيهم خير دول ذخر صح لك أنه تجلس وتقرأ سورة من القرآن الكريم افعل افعل الخير ولو كان قليلاً فلن تحيط بكله ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركاً لأقله أيها الاخوة الكرام امرأة بغي رأت كلباً يلحس الثرى بغي نزاني قالت مسكين أصابه ما أصابني نزلت شربت وملأت خفها فأشربت الكلب فشكر الله لها صنيعها فغفر لها عمل بسيط نوع الأعمال والأعمال الصالحة في الإسلام لا تغلقوا بابها لا باب إحسان ولا باب صلت رحم ولا باب بالوالدين كم من مذنب منغمس في شيء معين ولكن قلبه يرق لوالديه لا تغلق الباب لإخوته البنات قلبه يرق للإحسان إلى اليتامة لا تغلق هذا الباب لو أنه أنت في فجوة بينك وبين الله عز وجل دعوله أكثر من دعاء اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك أيضا أيها الإخوة الكرام مما يعين على ترك المعصية ألا نمل من التوبة في ناس اللي بتتوب برمضان بيرجع بعد رمضان يعني تخف الهمة وهذا شيء طبيعي شيء طبيعي لأن الإنسان يحتاج إلى المحفزات أكثر الأخوان الكرام الآن لا يأتون إلى المسجد إلا يوم الجمعة والله أحتار أيها الإخوة الكرام ماذا أخطو بالناس أقول هؤلاء دول جايين من الأسبوع للأسبوع يعني أختار ما ينفع وما هو مكثف هذا لا يكفي أيها الإخوة الكرام والله نحن نعطي وسائل التواصل من وقتنا يعني ميت ضعف ما نعطيه مما نحتاجه من العلم والدعوة والإرشاد هي كلا الآن هي فتن ما قبل يوم القيامة الأول من الآباء والأجداد كل يوم كان يجوا على الجامع ويأخذون يتزودون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى توبة لن تنالها إلا إذا ذقت معانيها مين بدي دلنا على التوبة هي المقاطع الفيديو الموجودة على الفيسبوك كل شي سريع الآن كل شي سريع في الدنيا وكان هناك عشر خيارات في البداية صارت الخيارات مئة بعدين صارت الخيارات ألف صارت الخيارات مئة ألف زي واحد عنده هلأ صفحة فيها مئة ألف يعني عندك أنت بدك تشاهد صفحات مئات الألوف من البشر ومو كلهم راكزين ما في شي ما في شي بينفع ما في شي بيدل على الخير من المئة ألف إذا لقيت عشرة فزت وربي الكعبة لكن الأبان بين العشرة والمئة ألف والإنسان قد تأتيه ساعة شهوة أو ضعف نفس فيسقط أيها الإخوة الكرام التوبة وظيفة الحياة سورة في القرآن الكريم أكثر من جزء من القرآن اسمها سورة التوبة معلش توب وأرب من الله ساعة من من أرب من الله بصيام ساعة من أرب من الله عز وجل بقيام ساعة هيك نخلو بربنا فنقترب من ربنا بدمعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الحياة كل كل جهاد والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا والذي لا يحدث نفسه بالجهاد فليس بمؤمن لا تفكر حالك أنه انتصرت لا ينتصر الإنسان الانتصار الحقيقي حتى يخرج من هذه الدنيا والله عنه راض أيضا أيها الإخوة الكرام وخير ما يعين على أن نترك المعاصي وأن نقلع على المعاصي أن نلزم الاستغفار الحقيقي وأن نشعر عندما نذنب أننا وقعنا اللي بيشعر أنه رجله تؤلمه بعد سقوط على قدمه يذهب إلى الطبيب وإذا قال له صور بصور وإذا قال له بجبر بجبر وإذا قال له لا تمشي ما بمشي هذه كلها توصيات إذا أذنب الإنسان يشعر بأنه أخفق في العلاقة مع الله فيلزم هذا شويهك يترك الناس يعني حاجة من لزم الاستغفار لزم يعني صاحب لي أربعة خمسة يأخذونه إلى الفتيات ويأخذونه إلى هذا في الآن في ناس تشرب الخمور في ناس عم تتعاطى في ناس تسطو وتأخذ أموال الناس مو حاجة مو حاجة ألم يأني ما حان الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فيلزم الاستغفار في كتير أشياء بتخليك توقف وجاءكم النذير نذير كبري تسنق حاجة وجاءكم النذير شيب نذير أيضا يعني أقرانك الذين ذهبوا إلى الآخرة هم نذير الموت موت الأقران والنذير هو عذاب الله والنذير كمان هو النبي يعني النبي بلغنا وأنذرنا فذوقوا فما للظالمين من نصير ما اللزم الاستغفار يعني بحس حاله أنه شاف فيلم غلط هيك استغفروا بأس يعني أنهم وجعوا قلبه ما وجعك قلبك يلي معه ضعف في القلب ويك بحس نغزي نغز قلبك من جوة قلب الإيمان وقلت استغفر الله قلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هل ناديت هل حاكيت هل ناجيت من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا سبحان الله نحن البشر لو أخطأ الإنسان في حقنا هيك إذا إجاك وحكى كلمتين حلوين مع هدية كل ما سحتا هذا شأن الكرام والله هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين ورب العالمين تأتيه مستغفرة والله أيها الإخوة الكرام بالمجمل الله غني عننا وعن عبادتنا لو كل العباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل البشر من عهد آدم إلى قيام السعر كل أن عصوا الله عز وجل لا ينقص في ملك الله قيد أم لها ولكن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الإنسان إذا كان بده يعيش كيعيش هنية راي البال منشرح الصدر فلا يعصي الله نحن بها الدنيا إنما في امتحان نحن هلا في الامتحان يلي بنجح بروح الفوز العظيم يوم القيامة وكل ماله يصعب الامتحان مثلكم ما تكون شايفين الأسئلة صارت صعبة المشاهدات شوفوا المناظر اللي على الفيسبوك والله بده أولياء بده قديسين كنت أقول من سنتين أنه اللي بده يمسك الجوال ويعود أفا الكمبيوتر بده يكون هذا إنسان ولي أن ولي هذا بده إنسان يخشى الله ويتقه يخشى الله في السر وفي العلن أيها الإخوة الأكارم كنت قد تكلمت في هذا اليوم عن موضوع كيف نخلع عن المعاصي وما أكثر المعاصي في سلوكنا وما أكثر المعاصي في حياتنا وفي أعمالنا ومن أهم الأشياء ومن أهم التوصيات اعتبر حالك رحت لعن الدكتور وقال لك أنه في عندك مرض لا سمح الله في جسدك وعليك بالتوصيات الفلانية وهي راشيتة وأنت تقتنع به وبعلمه وبخبرته وبإرشاده أول شيء أيها الإخوة الكرام ننجهد النفس هذه اللي ما بيربطوا لمنبئ أصلا لصلاة الفجر وإذا رابطها رابطها هي ككذا تعرف حالك عندك امتحان بكالوريا ونومك تقيل كم زلمة بتكلف أنه يفيقوك أربعة الصبح في اليوم الأول من الامتحان مشان تقوم تعمل مثلا مثلك مثل ما بيقولوا نظرة عامة شمولية هل تتكل على نفسك أم تكلف أباك وأمك وتحط بدال الجوال جوالين وبدال المنبئ عشرة يمكن تقول له نربطوني من رجلي ومن قدمي وتمد يعني كما يقولون كان أحد الأخوان الكرام وأعرف هذه قصة حقيقية يعني نومه ثقيل يعني كانت دأة على صلاة الفجر بالنسبة للباب فيها فيها شيء من الحرج كان يربط رجله بحبلة هو قريب من الشارع بيت أرضي وينزلها قبل ما ينام وقاله لرفيقه إذا مررت وما لقيتني أنه نزلت إلى صلاة الصبح ف يعني خذ هذا الحبل فشده إذا عرفت الهوى أرشدت لي الحيا لي أول شيء هو المجاهدة متى ما أنت نويت بيقوم الله عز وجل لا يكلوك إلى نفسك تأتيك المعونة على قدر على قدر المجاهدة مين لا تستهم بمعصيها لأنه إياكم ومحقرات الذنوب صغير هيك هل البحثة شو هي البحثة اللي بتصير بجسم الإنسان هي عبارة عن أشياء من بينها اللحم اللحم الأحمر يعني يعرفوا الأطباء هكذا مع الحموض ومع كذا ما بتلاقي إلا حجرت شأفة صغيرة أفا شأفة صغيرة بصير بتعمله مشكلة للإنسان إياكم ومحقرات الذنوب بسمعها شوية أغاني هيكي كم فتاة بيحكي معها والبنة كم فتاة هيكي بيحكي معهم ما في شيء من قال لك ومين قال لك أنا ما بأبض أبضات كبيرة يعني أبضات صغيرة كل واحد محقرات الذنوب أنا أشاهد الأفلام هي مو إباحية لكن أعمل تعلم لغة إنجليزية أو فرنسية فإنه يجتمعن على الرجل حتى يهليكنه مثال للشباب اليافعين لو كان حنفية عم تنقط هي ما عم تشر كتير لكن عم تطقط حط سطل هل أدو قبل ما تنام في عصالات الصباح شو بتلاقيه بتلاقي عشرة لتر مي أو خمسة لتر مي تركن شهر بمرلولك بدال البرميل عشر برميل هدول عبارة عن نقطة نقطة ومعظم الناري من مستصغري الشرري أيضا أيها الإخوة الأكارم ومما يعينك على ترك المعصية ألا تستقل طاعة يقول لك أنا لا أريد يعني أن الآن ليش تصلي يعني ما دام ما لي راكز يا سيدي صلي وصوم وقرأ قرآن لو في عندك مشكلة يعني في ناحية من النواحي لعل الله عز وجل يتوب عليك فيها لا تخلي الشيطان يقول لك أنا هيك يعني في عندي خلل اللي عنده مشكلة صحية أو مشكلتين صحية خلينا نحل الأولى حتى تنحل الثانية أما بيقول لك خلاص خربت هذا أدعى للخراب أيضا أيها الإخوة الكرام ومما يعين على فتح باب التوبة وأن نقلع ألا نمل من التوبة كل يوم عنا توب إن شاء الله كل يوم نتقرب إلى الله وأن لا نمل أن نقول أستغفر الله وأتوب إليه صادقين تائبين وتفننوا في الاستغفار كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبب إليه دعاء سيد الاستغفار كما سمعتم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أو أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه وكل أنبياء الله كانوا يستغفرون ويطلبون من أتباعهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وأبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أيها الإخوة الكرام ملخص بل ملخص الملخص المعاصي شر كلها أي معصي شر هاي بتضرب العلاقة بينك وبين الله عز وجل قل لي يعصي الله يعرض الله عنه إلا إذا تاب الله عز وجل يعرض عنك والملائكة تعرض عنك وعباد الله يعرضون عنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة نطف حال كون حتى نفد على الله طاهرين قولوا ربي شرح لي صدري الحياة مفعمة بالذنوب وبالمعاصي ما استطعت إلى ذلك هلا إننا حياتنا مثل ألغام بدوا الإنسان يمشي رويدا رويدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا في الدنيا وأن يلهمنا دوام الاستغفار أقول قولي هذا وأستغفر الله ترجمة نانسي قنقر